طبعا يا شزلي يمكن حقيقة شهداء مصر إن كان من رجال الجيش أو الشرطة يعني لا يعدوا ولا يحصوها كمان يعني أنا هستدل بحديث لرسول عليه الصلاة والسلام إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا فقال أبو بكر ولماذلك يا رسول الله قال لأنهم في رباط إلى يوم القيامة صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني ما أعتقدش إن فيه شهادة بعد دي ولا كلام ممكن يتقال بعد دا طول عمرنا الحقيقة رجال الشرطة ورجال الجيش حتى الشعب طول عمرهم هم درع وصيف لمصر يمكن الخصلة دي فينا دايما بتحير كل الغزاء عشان كده دايما مصر كان بيطلق عليها مقبرة للغزاء المجد للشهداء اللي ضحوا بحياتهم عشان تفضل مصر قوية ويفضل أهلها آمنين المجد للشهداء اللي هانت عليهم حياتهم وما هانتش ولول لحظة واحدة عليهم حياة المصريين لولا إرادة الله ولولاهم ما كناش وصلنا اللي احنا فيه دلوقتي أمن استقرار مشروعات اقتصاد قوي حياة كريمة لكل المصريين ما نقدرش دي غير ان احنا نقدم كل التحية لكل روح طهرة قدمت نفسها بطيب خاطر عشان تراب البلد دي تحية لكل أهالي الشهداء اللي قدموا أبنائهم في سبيل الوطن المجد للشهداء ولكل دماء زكية راحت ليبقى الوطن بنصبح على حضراتكم جميعا بصباح الخير يا مصر اشتركوا في القناة